الفرنسي بكاري سانيا لاعب أرسنال ومنشستر سيتي السابق يعتنق الإسلام أعلن إسلام سعيد مترجم السابق بقناة الأهلي المصرية اعتناق النجم الفرنسي بكاري سانيا للإسلام بجانب تعلمه اللغة العربية ونشر سعيد صورة تجمعه باللاعب المعتزل عبر حسابه بمنصة فيسبوك مدونا طيب القلب متواضع نجم كبير لعب الأرسنال والسيتي والديوك اعتنق الإسلام وتعلم اللغة العربية كاري سانيا إنسان يعشقه قلبك ونقلت مصادر صحفية مصرية عن مترجم النادي الأهلي السابق قوله أن سانيا أعلن إسلامه بالفعل منذ عشر سنوات وبالأخص قبل انطلاق كأس العالم عام 2014 ويعد بكاري سانيا أحد أشهر اللاعبين الفرنسيين الذين شاركوا في الدوري الإنجليزي ويبلغ من العمر 41 عاما فهو من مواليد فبراير 1983 وكانت النقلة الأكبر في مشوار سانيا الكروي حينما انتقل من أكسير الفرنسي إلى عملاق إنجلتر الأرسنال في عام 2007 استمر في صفوفه لمدة سبع سنوات لعب فلالهم 284 مباراة ثم انتقل إلى منشستر سيتي في عام 2014 واستمر في صفوفه لمدة ثلاث سنوات شارك فلالهم في 86 مباراة وفي عام 2018 انضم إلى فريق بنيفينتو الإيطالي ومنه إلى مونتريال الكندي قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2020 موسيقى شكرا